اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين اليونسف تطلق نداء لتأمين تمويل عاجل بقيمة 9 مليارات ونصف مليار دولار بهدف مساعدة اكثر من 117 مليون طفل حول العالم التحالف السعودي يمنع دخول السفن التجارية ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الامم المتحدة وفي الاقتصادية ايضا نقابات النقل في لبنان تعلن اضرابا عاما الخميس وتهدد بتصعيد تحركاتها حتى تحقيق مطالبها اهلا بكم اطلقت منظمة الامم الاتحدة للطفولة يونسف نداء للحصول على تمويل هو الاكبر في تاريخها وقدره 9 مليارات و400 مليون دولار واوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة ان هذا النداء الطارئ للتمويل يستهدف الوصول الى اكثر من 117 مليون طفل حول العالم من ضمنهم 13 مليون طفل في افغانستان من ناحية اخرى تحتاج اليونسف الى اكثر من 900 مليون دولار لازمة اللاجئين السوريين و480 مليون للاستجابة في اليمن اكثر من 3500 عامل في ميناء الحديدة في اليمن يعانون بسبب توقف اعمالهم كاميرا الميادين رصدت معاناتهم في ظل استمرار التحالف السعودي في منع دخول السفن وتوقيفها عرض البحر رغم حصولها على تصريحات الامم المتحدة هذا التقرير لاحمد زبيبة من الحديدة يتواصل حصار التحالف السعودي على السفن اليمنية رغم مطالبة الامم المتحدة بدخولها الى ميناء الحديدة فالسفن ترسو في منطقة الانتظار بعرض البحر منذ عدة اشهر طبعا بالنسبة لما يدخل الى مؤسسة موالا البحر الاحمر في الفترة الراهنة هي لا تتجاوز المواد المسموح بدخولها لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة وهي القمح والسكر والارز ما عدا الكميات القليلة او سفن قليلة اذا اتينا المقارنة باحتياج الشعب اليمني لهذه المشتكات النفطية فلن تمثل اي نسبة بالنسبة للاحتياج في الوضع الطبيعي الميناء ما نشتغل الا بوغرة المنظمات ما بيش بوغرة المنظمات ما نشتغلش بالنسبة للتجاري عاجزة تعالف بوغرة التجاري عامة والمياس بعانا مستهضين لا اعرف ان ترس عيالنا ولا من صل المصاري سوا ولا اصبرنا على الان لحضر الله سبحانه هم الميناء الحديدة بسبب العدوان والحالة التي حاصرة علينا بسبب العدوان منقطع ان البواخر وحنا جيئانين مظلومين مهمشين لا نجد حتى القوت الضروري لعيالنا لذلك نطلب من الامر المتحدة ينظروا الى حالنا ينظروا الى اولادنا ينظروا الى الحالة التي في اليمن بسبب العدوان الاف العمال بالاجر اليومي توقفت اعمالهم في ميناء الحديدة بسبب حصار التحالف السعودي وهو ما جعل عشرات الاف الاسر تعيش الفقر والجوع منذ سنوات وحتى اليوم احمد محمد زبيبة من ميناء الحديدة المياديين اعلنت المديرية العامة للموانئ السورية اغلاق الموانئ البحرية والتجارية وموانئ الصيد في اللاذقية وطرطوس وارواد وبنياس وذكرت وكالة سانا ان اغلاق الموانئ سيكون اعتبارا من اليوم الاربعاء وحتى اشعار اخر وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة واشتداد سرعة الرياح الى تسعين كيلو مترا في الساعة مع ضعف في الرؤية وارتفاع مستوى الامواج الى مستوات قد تهدد ابحار السفن ورسوها في الموانئ اكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ان عقود الغاز واستجرار الكهرباء مع الاردن وسوريا اصبحت جاهزة وساجر توقيعها خلال الايام المقبلة فياض كشف انه مدعو لمقابلة رسمية في العاصمة الفرنسية باريس لبحث عملية التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية ودور الشركات الفرنسية فيها ولسيما شركة التطال ولبحث ازمة الكهرباء في لبنان الازمة الاقتصادية في لبنان تصيب قطاع النقل واتحادات النقل البري تصعد تحركاتها بدءا من صباح يوم غد الخميس حسان الرفاعي من بيروت لاشهر استمرت مطالبات اتحادات وقطاعات النقل البري بدعم القطاع وفي ظل الازمة الاقتصادية التي شارفت على نهاية عامها الثاني جل ما يطالب به العاملون هو دعم سعر صفيحة المحروقات للسائقين ووقف الطارئين غير الشرعيين على القطاع وبعد شهر على اجتماعهم برئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين من دون تحقيق الوعود عادوا للتهديد بالتظاهر كنا معريرين الاضراب ومحددين الموعد عشية الاضراب دولة رئيس الحكومة اتصل وقال بدنا نعمل الاجتماع عمل الاجتماع بحضور وزراء الداخلية والمالية والأشغال العام والنقل والزملاء قال أنا ملتزم بهذا الدعم وأنا موافق علي واتفقنا على تاريخ بواحد اتناعش يبلش التنفيذ اجا واحد شعره مصرش يؤكد رئيس اتحادات النقل البري أن يوم الخميس سيكون بداية تحركاتهم المطلبية التي ستتصاعد حتى تحقيق مطالبهم جمعات لكل المركبات العمومية بكل فئاته بكل المالات اللبنانية ببيروت الكبرى وبكل المالات اللبنانية بكل المحافظات والأخذية ومعشين بسمن سيرات سيارة باتجاه السراي الحكومي التحرك تأجل شهرا بعد وعود بالحلحلة لكن غياب الوفاء بالوعود دفع الصائقين للخروج إلى الشارع رافعين الصوت مطالبين بأبسط حقوقهم حسان الرفاعي بيروت الميادين ترجع الدنار التونسي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين إلى دينارين وتسعين مليما لمقابل الدولار ويأتي هذا التراجع في ظل أزمة سياسية واقتصادية فقمها وباء كورونا الذي عطل الإنتاج وأظهرت أحدث بيانات للمعهد التونسي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنسبة ثلاثة في المائة حتى نهاية تشيلا والأكتوبر على أساس سنوي انخفض معدل التضخم في السودان بنسبة خمسة في المائة في شهر واحد لكنه يبقى مرتفعا جدا إذ يبلغ ثلاثمائة وواحدا وخمسين في المائة ويرجع الخبراء سبب هذا الارتفاع الكبير في التضخم إلى قفزة في أسعار الأغذية والمشروبات إضافة إلى إعلان الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود في شهر حزيران يونيو الماضي قررت السلطات المغربية ترفع الحظر المفروض على التنقل ليلا بدءا من اليوم الأربعاء ويأتي القرار عملا بتوصيات اللجنة العلمية والتقنية استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وفرضت الحكومة المغربية مجموعة تدبير منها موصلة العمل بإنزامية الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو بشهادة الإعفاء من التلقيح للسفر إلى الخارج أو الدخول إلى مقار العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والقاعات الرياضية أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محربيان استعداد بلاده لتبادل كهرباء مع جمهورية أذربيجان وقال إن البلدين يجريان دراسات في مجال ربط الشبكات وأكد محربيان خلال لقائه السفير الأذربيجاني علي علي زادة استعداد طهران لتنصيق الاستفادة من المياه الحدودية وأشار إلى إمكانية زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين ثبتت محكمة استئناف ماليزية عقوبة السجن لمدة 12 عاما صادرة بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق لتورطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدت إلى سقوط حكومته عام 2018 وأثبت قرار المحكمة التهم السبع الموجهة إلى رزاق والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسيل أموال واختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي للبلاد تراجعت أسعار النفط العالمية بعد يومين من المكاسب وانخفض سعر خام برنت إلى نحو 75 دولارا فيما انخفض الخام الأمريكي إلى أقل من 72 دولارا وينتظر المستثمرون تقييم التأثير الكامل لمتحور أوميكرون الجديد على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود إضافة إلى فاعلية اللقاحات الحالية وكانت أسعار النفط قد انتعشت قليلا في وقت سابق هذا الأسبوع لكنها سرعان ما بددت مكاسبها دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا صناع السياسات إلى تجنب تجزئة الاقتصاد الرقمي وتجنب المجازفة بتعريض الناتج الاقتصادي العالمي للانخفاض وفي تصريحات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نبهت جورجييفا إلى أن العالم قد يواجه قريبا جدارا رقميا وفيه سوف تتمنى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين معايير تكنولوجية متباعدة ما قد يتسبب في تراجع نسبته 6% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلنت إدارة الجمارك الصينية ارتفاع صادرات البلاد ووارداتها إلى مستويات قياسية خلال شهر التشرين الثاني نوفمبر مع ارتفاع الطلب العالمي على السلع الصينية وانتعاش الانتاج المحلي على خلفية تراجع أزمة الطاقة وارتفعت الصادرات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 326 مليار دولار بينما نمت الواردات بنسبة 32% عند 254 مليار دولار أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي تقديم بنوك باركليز وكريدي سويس واتش اس بي سي وار بي اس مبلغا إجباليا قدره 344 مليون يورو بتهمة التلاعب بأسعار صرف العمولات الأجنبية وتعد هذه الغرامة التي فرضتها لائع على بنك اتش اس بي سي الأكبر حيث بلغت 174 مليون يورو يليه بنك كريدي سويس بنحو 83 مليون يورو وباركليز بـ 54 مليون وار بي اس بـ 32 مليون هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسنا المتابعة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء موسيقى موسيقى